مرحبا بكم رجعنا لكم بصفة جديدة بسبوسة بالقشطة هي مناسبة لكي تضايق لمرضى السكر يلا جوز الهند ثلاثة كوب ونصف متين وخمسين جرام نطحان جوز الهند جيد في اي خلاط متوفر عنا حتى يصبح رطب وناعم يكون زبدة مزابة او زائبة مية جرام حوالي نصف كوب بيض عدد اربعة سأوضع جميع المكونات على الشاشة اذا كنتم بحاجة الى التقاط صورة للمكونات بكربونات الصودة او صودة الخبز معلقة الصغيرة بديل السكر الستيفيا معلقة كبيرة التحلية الكمية والنوع حسب نظامكم الغذائي يمكن بشر البرتقال او اللمون او وضع الفانيلا تقليب المكونات جيد مثل هيك لازم تكون يمكن استخدام ورق الزبدة او استخدام اي نوع من الدهون على القالب يمكن وضع الكعكة في قالب واحد وبعد الخبيز نقسمها الى قسمين ولكن للحصول على الشكل المثالي قسمت انا قبل الخبيز الى قسمين التشغيل المسبق للفرن من الاعلى والاسفل مية وتمانين درجة مئوية نرجها جيد حتى يكون شكلها جميل نوضع البسبوسة في الرف الاوسط لمدة 15 دقيقة يجب مراقبتها اذا كانت الكمية في قالب واحد ممكن تأخذ فترة اطول في الخبيز هيك جاهزة نتركها حتى تبرد تماما القشطة في اكتر من خيار ممكن نعملها بكريمة الخفق العادة نعملها في خفاق الكهربائي وبنوضع عليها بديل السكر والفانيلا بتكون هيك جاهزة الخيار الثاني هو استخدام كريمة جوز الهند مع اجار اجار او جلاتين البقري ولكن انا هستخدم كريمة الخفق مع كريمة جوز الهند مع بعض 50 جرام اجار اجار او جلاتين نباتي اذا غير متوفر بنوضع ماء ساخن نصف كوب ويمكن ان يكون الماء الساخن اكتر بقليل بنحرك جيد حتى يزوب تماما مع لقاء بديل السكر ستيفي التحلية النوع الكمية هو اختياري حسب نظامكم الغذائي او حسب الزوب قليل من الفانيلا بنحرك يمكن استخدام كريمة الخفق فقط او كريمة جوز الهند فقط انا هستخدم الاثنين مع بعض واحد كوب ونصف كريمة جوز الهند واحد كوب ونصف كريمة خفق يمكن ايضا استخدام الحليب النباتي بدل الكريمة او اي نوع حليب حسب نظامكم الغذائي وحسب زوجكم التقليب جيد نقلبهم جيد هيك اصبحوا جاهزين بنوضع الكريمة على البسبوسة او الكيكة ونضعها في التلاجة حتى تصبح متماسكة تقريبا تاخد سعتين او ثلاثة حسب حسب التلاجة او حسب التبريد هذه المكونات اذا كنتم بحاجة الالتقاط صورة للمكونات هيك اصبحت جاهزة نوضع الطبقة الاخيرة هيك قسمناهم القسمين افضل بكون والشكل بكون احلى هذا برجاء لكم نوضع الطبقة الاخيرة وبنرفع القالب هيك من اللي نعمل الشيرة او الشربات او القطر او العسل اختلف التسمية من بلد الاخر هو مناسب لكي تضايته لمرضى السكر ميدي جرام من الزبدة على نار هادئة الزبدة ضرورة تكون زبدة بديل السكر ستيفيا معلقة كبيرة التحلية كمية والنوع هو اختياري حسب نظامكم الغذائي وحسب زوجكم هو الطعام بجد هو من اروع من اروع على طعام يعني طعام كتير روعة طعام الكراميل الاصلي اتمنى ان انتم تجربوها طريقة هذه المكسطرات هو اختياري اي نوع من المكسطرات هذا حسب زوجكم اختياري شو ما بدكم اوضعوا بنسينها وهيك اصبحت جاهزة للتقديم هفرجيكم كيف شكلها من الداخل بجد هي كتير روعة هتمنى ان انتم تجربوها اتمنى انتم تجربوها شايفين كيف شكلها من الداخل كتير هو روعة ملاحظة يجب عليكم التأكد ان هذه الوصفة تناسب نظامكم الغذائي او الوضع الصحي لا يوجد وصفة تناسب جميع الاشخاص دائما يجب استشارة المختص خلينا نتزوقها الله الله كتير هي روعة اتمنى تتوكيب لي رأيكم تحت بالتعليقات لانه رأيكم كتير بهمني الناس الموجودة عندي على صفحة على الفيسبوك اتمنى اشتركوا بقناة اليوتيوب اسم القناة شيف نائل من شان يوصلكم كل جديد في امان الله اشتركوا في القناة